لقاء في العاصمة النمسوية فيينا عنوانه الأبرز الملف النووي الإيراني وبحسب بيان عن مكتب الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فإن مسؤولين رفعي المستوى من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيران والصين وروسيا سيبحثون الاتفاق النووي الإيراني وجاء في البيان أن الدعوة ترمي لضمان تنفيذ خطة العمل الشامل المشتركة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ومناقشة سبل مواجهة التحديات الناشئة عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية وإعادة تطبيقها للعقوبات المفروضة بالإضافة إلى بحث تصريحات إيران الأخيرة بشأن التنكر لالتزاماتها النووية وكانت موغريني أعلنت أن التقييم احترام إيران لالتزاماتها لن يكون قائما أبدا على تصريحات بل على حقائق وعلى التقييم الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأضافت المسؤولة الأوروبية أن إيران ما زالت تحترم التزاماتها وإذا غيرت الوكالة تقييمها فسوف يتم إجراء تقييم جديد للموقف هذا وأعلن مسؤول إيراني أن بلاده لن تكون مستعدة للتفاوض مع واشنطن إلا بعدما وصفه بوقف إطلاق النار في الحرب الاقتصادية التي تشنها الحكومة الأمريكية على إيران على حد تعبيره وقال المسؤول الإيراني إن الولايات المتحدة تريد مفاوضات في وقت يتطلب بدء التفاوض كما قال وقفا لإطلاق النار وضمان قدرة بلاده على بيع النفط والحصول على العائدات بطرس موسى العربية